السلام عليكم ورحمة الله و أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية بلغت كمية الأسهم المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع 6 ملايين و 287 ألفاً و 905 أسهم بقيمة نجمالية قدرها 3 ملايين و 275 ألفاً و 636 ديناراً بحريني نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 223 صفقة تداول المستثمرون خلالها أسهم 22 شركة ارتفعت أسعار أسهم 6 شركات في حين انخفضت أسعار أسهم 7 شركات أخرى واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الخدمات وكانت المرتبة الثانية من نصيب قطاع البنوك التجارية أما على مستوى الشركات فقد جاءت شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة في المركز الأول من حيث القيمة في حين احتل المركز الثاني بي ام ام اي دعا عدد من الاقتصاديين إلى ضرورة إعادة جدولة ميزانية الأسرة خلال الشهر الفضيل من أجل تلافي حدوث الهدر الذي يؤثر سلبا على اقتصاد الأسر محليا التفاصيل في سياق التقرير التالي بقدر ما يحمله الشهر الفضيل من روحانيات مستقات من فريضة الصوم تتجه الأسر في رمضان من كل عام بتخصيص ميزانية تكون في غالب الأحيان فائضة عن حاجتها أمر قد يدخلها في باب الإسراف أو التكديس غير المبرر احنا كلنا محتاجين إلى الآن وخاصة في الفترة ذي نعيد النظر في كيفية الصرف وكيفية التعامل مع الدخل الموجود الدخل يعني بشكل أو آخر محدود لحد ما لأن هذا هو الدخل التي تستلمينا المفروض كلنا كعوائل بحرينية نبتدي نراجع كيفية ما يسمى توزيع الدخل على الأوجه الصرف الموجود إن الالتزام بالإسلام عقيدة ومنهجة يحقق البركة والاستقرار لميزانية الأسرة في رمضان وفي غير أشهر السنة فترتيب النفقات حسب الضرورات واللجوء للأغذية الصحية يجنب العوائل الكثير من عناء التبذير والحفاظ على لياقة بدنية في أشد أوقات السنة حرارة نحن نفضل دائما في رمضان في الأيام الأولى يوكل الأكل الخفيف والشربات ويهتم كثير كثير بالأكل اللي هو ملينات طبيعية الضوابط الشرعية للإنفاق في شهر رمضان المبارك يجب أن تكون من حلال وقصد معتدل بعيدة كل البعد عن الكماليات والبدع الاستهلاكية والتخزين المخل بتوازن العرض والطلب في الأسواق في المملكة ليكون بذلك الصائمون أقرب إلى بارئهم بالطاعات وترشيد الاستهلاك خلال شهر الفضيل ترجمة نانسي قنقر